الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدين ولذرياتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين وبعده في اللقاء السابع والعشرون في يوم من حياة مسلم في رمضان وصلنا إلى صلاة العصر تصلي لها أربع ركعات قبلية وهذه سنة مستحبة ليست سنة آكدة لكن إذا أديتها فاحتسب تنزل رحمات الله عليك قال صلى الله عليه وسلم ورحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا واللي برحموا ربنا يعني بغفلوا ذنوب بدخلوا جنات النعيم والسنة في أداء صلاة العصر يقول ابن القيم وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت يعني إذا طولت في صلاة الظهر مثلا قرأت صفحة كاملة بعد الفاتحة العصر يبقى نصف صفحة وبقدرها إذا قصرت إذا قرأت نصف صفحة في الظهر تقرأ ربع صفحة في صلاة العصر بعد الصلاة بعد صلاة العصر قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات واحتسب كما كان بعد الفجر يكتب لك عشر حسنات ويمحى عنك عشر سيئات وترفع منزلتك عشر درجات وكان ذلك اليوم كل اليوم أنت في حرز من كل مكروب وتحرص من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله في رواية من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته يعطى ذلك الخير كل في تلك الليلة ثم بعد صلاة العصر اعتكف بين العصر والمغرب واحتسب العطق من النيران قال صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة الغدا حتى تطلع الشمس اللي هو من بعد صلاة الفجر إلى وقت حل الضحى يعني بعد الشمس وتطلع بـ 12-15 دقيقة 20 دقيقة أحب إلي من أن أعطق أربعة من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم 12 ألفا ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعطق أربعة قال صلى الله عليه وسلم لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه قال الله أكبر الحمد لله وسبحان الله وأهلله لا إله إلا الله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعطق رقبتين من ولد إسماعيل ومن بعض العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعطق أربعة رقبات من ولد إسماعيل فأكثر من ذلك الخير ولا تفوت على نفسك الفرصة وإن لم يكن في المسجد ففي بيتك إن عدت إليه أو في عملك اجعل لسانك دائما ذاكرا لله عز وجل حتى يذكرنا الله ويذكرك الله في ملأ خير من الملأ الذي نذكر الله فيه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة